معنا من باريس رئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى أرباجون الدكتور وحيد أحمد أهلا بك دكتور أحمد معنا على سكاي نيوز عربية دكتور أهلا بك دكتور وحيد رغم كل التطعيمات إلا أن كثير من الدراسات ومنها الأمم المتحدة متخوفة من المستقبل القريب ما المشكلة هنا؟ هل تعتقد عدم عدالة التوزيع هي المشكلة؟ أم أن التطعيم ليس الحل ربما يكون الأمثل؟ أعتقد أن التطعيم هو الحل الأمثل لأنه ليس لدينا بديل آخر يعني لا يوجد هناك علاجات نوعية وأثبتت هذه اللقاحات أنها جيدة وتمنع انتشار الفيروس نحن نلاحظ هنا مثلا في باريس أنا في القسم لدي أربعين مريض أو خمسين مريض الآن كل الذين فوق الخمسة وستين سنة بدأوا يقل عددهم في القسم وكل دور العجزة تقريبا لم نعد نلاحظ هناك إصابات هذا يعني لأنهم أخذوا اللقاح بالدرجة الأولى وبالتالي فعلا اللقاح هو الحل الأمثل ولكن كما قلت حضرتك أنه 75% من اللقاحات في عشر دول تقريبا والباقي ليس لديه المجال وأنا أفهم هذا نوعا ما لأنه حتى نحن في فرنسا لحد الآن لدينا تلقيح لتقريبا 10 مليون من أصل 70 مليون أو 68 مليون يعني بما يعادل 16% فقط لذلك نحن في تأخر للأسف الشديد بسبب قلة الإنتاج يعني لا نستطيع أن ننتج لقاحات بشكل كبير بنفس الوقت يعني خطوة جبارة عنه في اللقاح ولكن للأسف الإنتاج والتوزيع فيه مشاكل واللوجستيك أيضا فيه مشاكل طيب لكن دكتور وحيد المسألة اللوجستية الأخرى مثل مسألة فقدان الوظائف كثير من الاقتصادات التي سقطت أمور كثيرة عديدة هل التطعيم سيكون حلا لها يعني عودة هل التطعيم سيودي إلى حياة طبيعية عودة الحياة بشكل طبيعي وبالتالي عودة هذه الاقتصادات أم أننا نحتاج وقت أطول سيدي يعني لا شك أن الثمن غالي جدا وهناك تداعيات اقتصادية واجتماعية وسيكولوجية كثيرة وكبيرة وسندفع الثمن فيما بعد ولكن الآن هدفنا الأول حتى نوقف كل هذه الأشياء وهذه التداعيات هو السيطرة على الجائحة والسيطرة على الفيروس بعدين لكل حادث حديث يعني يجب أن تكون هناك فكرة التعاون بين الدول الغنية والفقيرة والنامية إلى آخره إذا لم تأخذ حيز على الواقع سنكون في كارثة اقتصادية فيما بعد والفقر سيزداد لا شك فيه لكن الآن الهدف هو الجائحة وإيقاف الفيروس والعودة إلى الوضع الطبيعي لنستطيع العمل على تلافي كل الأشياء التي حدثت طيب دكتور وحيد البعض قال مع وصول التطعيمات خصوصا في أوروبا يعني عدد الوفيات سينخفض عدد الوفيات يزداد وهناك وفيات يعني بأعداد كبيرة كل يوم لماذا؟ نعم سيدي يعني المشكلة أنه يجب أن نلقح أكثر من 90% أو خلينا يكون متفائل 70% من المواطنين لنبلش نوقف حدة الفيروس ونقلل الوفيات ونقلل الإصابات الحادة لحد الآن كما أخبرتك في فرنسا نحن على أقل من 16% من من السكان من عدد السكان وبالتالي الإصابات والفيروس ينتشر وخاصة مع الطفرات الطفرة الإنجليزية تنتشر بسرعة أكبر من الكوفيد العادي ومن هنا الإصابات تزداد والخطورة تزداد والوفيات تزداد يجب أن نلقح بأسرع وقت المواطنين حتى نستطيع أن نحط من هذا ناحية أخرى ومهمة جدا بأهمية اللقاح هو الوقاية يا سيدي التي نتكلم عنها من بداية الأحداث الوقاية غير متبعة حتى هنا في أوروبا الناس تخرج وتأتي وليس هناك عازل كافي وليس هناك وقاية كافية رغم أنه كل الإذاعات والمحطات تنادي بهذا للأسف المواطنين لا يلتزمون بشكل أو بآخر بهذا الموضوع وأظن هذا أيضا تداعي آخر لزيادة الإصابات الخطيرة بانتظار اللقاح المهيمن فيما بعد دكتور وحيد يعني من المفاجآت التي تفاجأت فيها هنا شخصيا وملايين غيري الأنظمة الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا كان يعتقد بأنها المثلة وإذا بها يعني تخرج لنا بشكل مهترئ جدا لماذا تعتقد حدث ذلك؟ سيدي نعم أنا أيضا مثلك تماما ومثل بقيط المواطنين صدمنا بأشياء كثيرة في هذه الجائحة ولكن أنت تدري يعني لما نعمل بوضع سليم وبسيط وكل المعدات والأدوية والالتزامات والأقسام مستعدة لتعالج بوضع طبيعي المرضى فجأة تنتقل إلى جائحة وآلاف المرضى موجودين ومئات المرضى موجودين ولا يوجد أسرة ولا يوجد أدوية والأطباء تتساقط واحد وراء الآخر والسيستم التمريض يتساقط هذا يعكس حتما ضعف في المنظومة الصحية العالمية ليس أمريكا فقط أوروبا والبلاد العربية حدث ولا حرج المنظومة الصحية يجب إعادتها وخاصة بما يتلاءم مع الأوبئة ومستقبلا أعتقد سنقع في هذا الموضوع مرة أخرى ولذلك يجب أن يكون هناك تعاون دولي وشفاف لوضع الليجستيك خاص بموضوع الأوبئة لألا نقع في مثل هذه الجائحة مرة أخرى والتعامل معها بشكل إيجابي وصحي أكبر طيب من باريس رئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى أرباجون دكتور وحيد أحمد شكرا جزيلا